أيضا على ذكر بقى كرة القدم ومكانتها ونجومها التاريخ لا يخلد إلا الأساطير الناصعة والمسئولية هنا لا تنفصل وطبيعة الشخصية والنجاح والسلوك والانضباط والقدوة والالتزام لا ينفصل عن الموهبة والمهارة والمتعة والأهداف والانتصارات عشان كده الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء المعني بإحصاءات كرة القدم لما طلع قايمة فيها أربعين لاعب تمانية واربعين لاعب يرى أنهم أساطير كرة القدم عبر التاريخ عبر التاريخ كان الرائع جدا أنه لما يختار سبع لاعبين من أفريقيا كل أفريقيا هذا الاتحاد المعني بالإحصاء شايف أنه أفريقيا أساطيرها من ساعة لما تقال يا كورة لغاية دلوقتي هم سبعة الرائع جدا أنه السبعة يبقى منهم اتنين من مصر والرائع قوي أنه يبقى الاتنين من الأهلي يكون الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد أبو تريك ضمن قايمة العظماء التمانية واربعين في تاريخ كرة القدم حول العالم تمانية واربعين واحد حول العالم أسهموا بأسهماتهم ومهاراتهم وسلوكهم في امتاع الجماهير بكرة القدم حنلاقي من مصر محمود الخطيب ومحمد أبو تريكا من الجزائر رابح مجر من الكاميرو نابشماندس روجي ميلا من جنوب أفريقيا لوكاس راديبي من نيجيريا نوان كوكانو ومن ليبيريا جورجوية طبعا دي أساطير يعني الناس اللي بطلت من فترة اللعبة اللي بتلعب حاليا ما تمش اختيار حد منهم حتى وإن كان لهم تأثير وإسهام وشعبية لكن أنا بكلمكم على الـ 48 في قائمة الأساطير في تاريخ كرة القدم حول العالم ممكن أستاذ الرهيم منها فضل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عايزين نوضحه لأن ده أنا أعلم أنه اتحاد خاص أو شركة خاصة مسميه نفسها كده ودي وجهة نظرها بالضبط رغم أنه يسعدني جدا طبعا أن يبقى الخطيب وبوتريك واتنين من مصر ويطلعهم من الأهلي ضمن أفريقيا ضمن الأساطير لكن أنا مش عايز أعول على عليك ريفرنس أو مرجعية لأن أنا بختلف معاه ما عندوش معايير بيقول لي اخترتهم إزاي يعني اختلافي مع الشركة دي أن هي يعني زي كان فيه زمان يقولك الأيزو على أمه الجودة دي جائزة كانت بتتباع شركة من شركة تأخذ الجائزة أنا معلش بقول الكلام ده ليه لأن في يومين ما حنتطر نختلف معاهم هو أنت هنا لاختيارهم أنت بتزكيه أجوة ولا بتديهم خط ولا بتديهم خط بس لكن كخبر خبر هذا اختيار خبر كويس يجب التوقف عنه عصر النازل في يوم الأيام تقولك أفضل نادي الأسبوع ده أفضل متخب الشهر أنا معاك لكنه ملوم مش معايير أنت بتتكلم على الناحية الخبرية اللي قايمة أعلنت فيها السبعة من أفريقيا فيهم اتنين من مصر هما أيضا من النادي الآلي على ذكر الأسماء بقى أنا بقول ده بمناسبة الأشخاص اللي بتأثر بموهبتها ومهارتها وسلوكها وانضباطها فتتحول إلى أساطير عبر التاريخ ألاقي القايمة فيها الأرجنتيني دي ستيفانو وفيها فيه اتنين عرب طبعا من السعودية مجد عبدالله ومن الكويت جاسم يعقوب بس من الأرجنتين ومن الجزار رابح ماجر رابح ماجر آه لا أنا بكلمك على عرب أسيا آه آه الأرجنتيني الفريدو دي ستيفانو الأرجنتيني مارادونا بيليه وجارنشا ورونالدو وزيكو من البرازيل أعلى تمثيل من البرازيل زيبيو البرتغالي ولويس فيجو البرتغالي جيرالد مولر الألماني وفرانس بيكينباور ولوثر ماتيوس الألمانيين أيضا بوشكاش الماجري هوجو سانشيز المكسيكي بوبوت شارلتون وبيكهم وستانلي ماتيوس الإنجليز ألاقي من إيطاليا زوف وروبرتو باجيو ألاقي من أسبانيا خنتو من روسيا بلوخن من روسيا أيضا ليفياشين ومن فرنسا زين الدين زيدان ومشيل بلاتني ومن هولندا روتخل يدتو ماركو فان باستن ويوهان كرويف بصوا الموقع ده كتب إيه حيثيات اختيار الكابتن محمود الخطيب هو دي اللي تهميني ببا قال المعايير يعني لعب بيبو لصالح الأهلي نادي القرن في أفريقيا بين عامي 72 و88 وللمنتخب المصري بين عامي 74 ل86 هو ذكر أن الأهلي نادي القرن في أفريقيا وده اللي كان نفس الموقع اختلف عليها لما الكاف سمى الأهلي نادي القرن فدلوقتي بيقرب ده بين عامي 74 و86 للمنتخب سجل 27 هدف ظهر لأول مرة في الأسبوع الأول من موسم 72-73 من الدور المصري ضد الطيران في 13 أكتوبر 72 محمود الخطيب والاسم يتحدث عن نفسه زي ما بيقول الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء هو واحد من أكثر لعب كرة القدم مهارة إن لم يكن أكثرهم مهارة على مر التاريخ المصري والأفريقي ده تقديره لموهبة ومهارة محمود الخطيب إنه ربما يكون هو الأكثر مهارة على مر التاريخ الأفريقي انتقل بيبو إلى الأهلي في العام 72 أضى 16 سنة مع النادي قبل تقعوده أو اعتزاله في 88 بسبب إصابات عديدة تعرض لها على مر السنين كما هي الحال مع العديد من اللاعبين المهرة بيبو كان هدفا في كثير من الأحيان لإهتمام الدفاعات وغالبا لا يستطيعون رقابته فاز بيبو بلقب الدور المصري عشر مرات وكأس مصر ست مرات وكأس الكؤوس الإفريقية ثلاث مرات ودور أبطال أفريقيا مرتين مع نديه الأهلي تم اختياره أفضل لاعب في مصر خمس مرات خلال مسيرته تم اختيار الخطيب ليكون عضوا في اللجنة الدولية لللاعب النظيف بعد اللعب 450 مباراة محلية ودولية دون إنذار واحد في العام 2007 تم اختيار بيبو كثاني أفضل لاعب كرة قدم إفريقي في السنوات الخمسين الماضية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ده المعطيات اللي على أساسها اختيرة محمود الخطيب ضمن الأساطير واختيرة أيضا محمد أبو تريكا ضمن هذه القائمة وقال الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لعب أبو تريكا كمهاجم ثاني ولعب خط وسط مهاجم في الترسانة ثم الأهلي في مصر وبنياس في الإمارات كان أحد أبرز النجوم في المنتخب المصري حصل أبو تريكا على المركز الثاني في جائزة أفضل لاعب إفريقي عام 2008 بعد إيمانويل إيدي بايور وكان واحدا من خمسة مرشحين لجائزة 2006 وواحدا من العشر المرشحين لجائزة 2013 تم اختيار أبو تريكا كأفضل لاعب في إفريقيا للأربع مرات 2006 و2008 و2012 و2013 تم منح الجائزة من قبل الكاف لللاعبين المقيمين في أفريقيا فاز أبو تريكا مع المنتخب بكأس الأمم الأفريقية في 2006 وسجل هدف الفوز لمساعدة مصر على الفوز بكأس الأمم الأفريقية أيضا 2008 ساعد فريقها والأهل في الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2006 ده اختيار محمود الخطيب ومحمد أبو تريكا ضمن قائمة أساطير الكرة العالمية يعني سبعة من أفريقيا منهم اتنين من مصر يكونوا أيضا من النادي الأهلي اختيار لا وفي حيثيات يعني هو ومعظم الأسماء اللي اختارها ما هي من علامات الكرة العالمية لكن بكهم مسا لا مش من أعظم لعبة إنجلترا هو من أشيكهم هو كان براند يعني كان قمته التسوقية أهم من قمته كلاعب كرة كان بيعتبروا المانيكان اللي الناس سهل بزيه وتتحرك زيه وتتكلم زيه بس مع الريال كان له بصمات برضو في الفولة بس لكن مع المان يونايتد كان فيركسون بيقولهم أنتم محيريني إزاي تدام صنفينه ده أنا عندي لعيب تاني الرجل الويلزي وعموما اختياراته باستمرار كان التسوقية تسوقية وهو كان متجاوز مطربة شهيرة جدا فازات تسوقية وهو عشان كده بعد كده راح أمريكا عشان يبقى له علامة يعني ما هواش خيمته كلاعب كرة أنه واحد من أهم من ناس في إنجلترا لا تابعا 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 تابعا